تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مني أنا محمد عوادة عبر قناة سيلبي سبورت الأكثر تنموحا من حيث أشكال وأفكار المحتوى حلقتنا اليوم عن مهاجمين خرجت عنهم أخبار واحد رسمي والثاني لسه ما تأكدنا الأول روميلو ريكاكو بيرحل على الإنتر والثاني يقال أنه سيرجو أكويرو بيطلب الرحيل عن برشلولا هنحكي لبيتنين مع بعض وبمقطع أكويرو هتعرفوا ليش ربطت لتنين بفيديو واحد روميلو روكاكو موسم الماضي مستوى خارق جدا في الدوري الإيطالي بينهي سلسلتي وبنتسب تسع انتصارات في الدوري ومتتالية موسم بأداء مذهل خلى كثير ناس يقولوا روكاكو أحسن مهاجم في العالم روكاكو بيعرف يعمل كل اللي بعملوا المهاجمين كان حمل مش مجرد أهداف كان اللعب ضده عبارة عن معاناة سرعة وقوة بدنية رحيمة لا يمكن إيقافها ولاعب ذكي أيضا ولاعب عنده رجل قوي من بره منطقة الجزاء لو حاولت الدافع أمامه للخلف أكتر لاعب كان متكامل جدا كان كل الخطة قائمة عليه تقريبا مع أنتونيو كونتي لكن هذا اللعب هو بشكل مفاجئ عم بتقرر بيقى رغم أنه كل التقارير بشهر ستة كانت عم بتقول لوكاكو بيقول أنا ما بدي أطلع أنا ارتحت بالإنتر وجدت نفسي بالإنتر يا أخي ما بدي أرجع لمعاناة إتشلسي ومان يونايتد وهدون الناس اللي ما قدروني يعني الفيرتر والإنتر اللي قدروني لكن يبدو أنه الانتر وافق وبالتالي لوكاكو اضطر يوافق والعرض كويس والمبلغ كبير وكل شيء تمام من الناحية المالية للعب والنادي بس ده وقت مع الانتر هون اللي كان عنده أشرف حكيمي وباعه وكان عنده لوكاكو وباعه لتشلسي الآن طبيعي عندي زي الانتر اللي هي ميزانيتها أقل من ميزانيت عندي أخرى تضطرت بيع لعبتها للأندي الأكبر منها يعني هذه هي الهرم يعني الانتر بروح يشتري من نابولي ومن اللاتسيو من الأندي الأقل بعدين بروح يبيحهم للأندي الأغلى هذا طبيعي ذكرت القدم يعني هي بدون عيناد يعني اليوبي مثلا باع بوكبا لما يونايتد ما فيها شيء يونايتد مع فلوس أكثر بيشتري من اليوبي مش معناها أكبر وأصغر معناها أغنى وأفقر بس الآن المشكلة ما كانت وين بالبيع المشكلة ببيع حكيمي وتعويضه مثلا بلاعب مش بزي حكيمي بيع لوكاكو وتفتح الأخبار ما في أسماء بتقول في لعب جاي يا أخي يعبي 70% من لوكاكو 80% من لوكاكو يعني بلعب موسم كامل لاعب قوي الشخصية لاعب بيضفلك فنيا وبيسجل أهداف ما في هذا الكلام بالإعلام فهونا بتخاف أنت أن كل هالفلوس إجت عشان تسكر الأوراق المالية فالإنتر يدخل أضعف بكثير من الموسم الماضي مع ضربة قوية تلقوها بالصيف ممكن نشوف أثارها مع بداية الموسم اللي هي رحيل أنتونيو كونتي أحسن مدرب بالدوري الإيطالي كله بكيف يجيب الدوري وبالتالي أنت خسرت كثير خسرت لاعب ولاعب ومدرب مهم فتروح ناجع دوري أوروبي فما خسرها المالية بتطلع أكثر بكثير من ربحة بيع لوكاكو يعني أنا بحس الإنتر حرق نفسه عشان يجيب الدوري من اليوفي مش هيك كان لازم يكون ممكن كورونا أثر نعم بس كمان لما تبيع لاعب لازم تفكر كيف تجيب بفلوسه لعبين ما تقعد بس أنه يلا نجرب حظنا باللاعبين الموجودين لأنه إذا عمل هيك الإنتر فهو فعليا عم ينتحر أولا رياضيا ورح يخسر ماليا على مدى ثلاث سنوات مية في المية وتصير فلوس لوكاكو رحت على الفاضي حرفيا لازم يتعوض الإنتر بلاعبين ممكن يصيروا سوبر ستار لما إجا لوكاكو إجا لعب منبوذ من يونايتد حولوا سوبر ستار بس لكواليتي كانت هناك فنور على اللاعبين فيهم لكواليتي وحاول عيد صنعهم ننتقل للقضية الثانية سرجو أكويرو وبحكي أكويرو مع لوكاكو لأنه طلعت أخبار بالأمس أنه لو رح لوكاكو أنت رح يحاول يسأل برشلونة عن أكويرو قضية أكويرو ببساطة خرجت صحف بتقول أكويرو يفكر بالرحيل عن برشلونة ويسأل محاميه عن طريقة لفسخ العقد بعد رحيل يونيل ميسي ثم جاءت مصادر تنفي ثم جاءت مصادر تؤكد ثم جاءت مصادر تشكك يعني لوحظة تصوير هذا الفيديو ما كان في خبر جاي يقول لك خلاص انتهى أكويرو طالع أو أكويرو ضائل ما في بس عارو فكر فيها بالمنطق العكسي ليش أكويرو يجع برشلونة ليش برشلونة جاب أكويرو أكويرو يجع برشلونة عشان ميسي وبرشلونة جاب أكويرو اللاعب كثير إصابات فترة أخيرة ولاعب يعني خلين نحكي مستوى كثير نزل عن مستوى أكويرو اللي بنيعرفه بس لعب مازال ممكن يفيدك بخمس أهداف ست أهداف عشر أهداف بالموسم ليش جابوا؟ عشان ميسي ما جابوا عشان الرياضة ما جابوا عشان عالد الأهداف ما جابوا عشان هاد جابوا عشان ميسي يخلقوا له بيئة أفضل يوافق لنزل راتبو ويوقع وفعليا ميسي يوافق لنزل راتبو عشان يوقع لكن برشلونة طلب تنزيلي أكتر يعني باختصار أكويرو ما ايجع على برشلونة بس ايجع برشلونة وميسي مع بعض بعمره هادا مش هيكون جاع برشلونة يثبت نفسه يعني خلص هو عارف حمله البدني ما هيكون قادر يشي طيب راح ميسي إذا راحة الغاية الأساسية من التعاقد مع أكويرو تعالوا نحكي رياضيا عنده قريزمان مش هيطلع الآن بعد راح يلمسي عنده دي باي اللي اشتراه أوجه ومجانا يعني وعنده برايت وايت اللي لحد الآن ما طلع ويبدو ما فيش أخبار عن خروجه الآن وعندك ديمبلي وعندك باتي يعني عندك خمس لعبين وحتى لو طلع برايت وايت طلع عندك أربع لعبين فأنت أربع لعبين بالخط الهجوم من مهاجمين بالتالي بيكفوك تخوض فيهم الموسم بيكفوك تكمل فيهم الموسم الآن المشكلة كلها لو وجد قرار ترجع أربع ثلاث ثلاث مثلا خلال الموسم هذي بلك تستنتها يرجع فاتي أصلا يعني ما بيزبط تعملها قم يرجع فاتي لأنه ما عندك أجنحة الآن بهذا الفريق يمين ويسار دي باي قوته كمهاجم رقم تسعة وقريزمان قوته خلف المهاجم وديته يسار دبحتهم الاثنين فبالتالي هي يبدو انه هذي الخطة فبالتالي هيخوض فيها الموسم الفريق فبما أنه هيخوض فيها الموسم أكويرو يبدو خامس مهاجم طب هل هذا الموضوع منطقي أو سادس مهاجم حتى فأعتقد برشلونة نفسه مستعد يخلي أكويرو يطلع بعد هذه الحزبة إنه لو ضلوا عمهاجمين عند المهاجمين الزيادة كثير وبالتالي لازم يطلع واحد أكويرو أسهل واحد يطلع وعادي وبتكون من ردات الفعلي الآن طبعا لابورتا هيتلقى انتقادات رهيبة جدا لو صارت لأنها تبدو كإنها إهانة لإلو وبرشلونة إنه لعب إجا وطلع عشان لعب فمش حلوة ممكن يدافع عشان هيك وممكن يقاوم عشان هيك لكن على المستوى الورقي وعا المستوى الرياضي أكويرو لعب مازال جيد وإذا مش مصاب ممكن يجيب لك في الموسم عشر إقوان وهذا رقم ممتاز لما تضيف على إقوان من ديبايو وغريزمان ودملي وفاتي تلم الأهداف اتعوض شوي من أهداف ميسي اللي راحوا اتعوضهم مشكلهم استعوض شوي بس أنا بشعر لو فكروا فيها رياضيا بشكل منطقي إنه إحنا إذا بنلعب هذا المدرب لهذه الخطة وهذا العدد عندنا إنه لو أكويرو قلنا بدي أطلع هقوله شكرا إحنا فاهمين موقفك وزعلانين عليك كمان ويعطيك العافية يعني قالوا يعطيك العافية اللي أهم منه وأهم واحد في كورة القدم لي قلنا الميسي مش هيترددوا يحكوها لأكويرو هذا باختصار القصة لو كاكو أكويرو لو أكويرو على الانتر أعتقد حيعاني كثير فحيسجل أهداف حيكون مسعيد بالبطء في الدور الإيطالي مسعى على المستوى البدني وعا مستوى الإصابات حيواجه مشكلة أكبر بكثير من اللي كان حيواجهه لو كان يلعب مع برشلونة مما إنه يلعب مع الانتر ملوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام ضروري جدا تشتركوا بقناة سيلبي سبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله